اشتركوا في القناة او الاربع احد متخدين من الاصح الاول من انجيل معلمنا لقى يعني اما تشوفوا الاناجيل بتاعت كل حد هتلقون الاصح الاول متاخد متقسم اربع اجزاء وبيتقري خلال الاربع احد بتوع شهر الموضوعات بتاعته مترتبة ترتيب زمني وترتبها كالقاتي الاول اللي هو النهاردة البشارة بميلاد يوحنى المعمدان التاني البشارة بميلاد السيد المسيح اللي بعده اللقاء بين الست العدرة واليصابات الرابع ميلاد يوحنى المعمدان احنا حافظين الاحاد وحافظين ترتبها فلما ترجعوا النهاردة ان شاء الله البيت كده وتقعدوا تقروا اللقاء الاصح الاول انجيل معلمة اللقاء الاصح الاول ستقروا عندما تخلصوا تقريتوا الاناجيل بتاعت الاربع احد كلها احنا عارفين حكاية زكريا وقالي صبات زكريا كان كاهن وقالي صبات ما كانتش بتخلف واحنا عارفين ان زمان دي كانت بتسبب مشكلة تحسوا بالعار ان هما ربنا ما اخترهم مش يجي من نسلهم يدي لهم نسل عشان كده الناس تبسلهم على ان هما اميتهم قليلة يعني حاجة عار ان هما ما جابوش اولاد عشان كده المسيح مش هيجي منه ان هما ما يستهلوش يعني فوضعهم كان صعب وكمان كان كاهن فبالتالي يعني المصيبة لما تبقى عند حد عادي تبقى مبلوعة شوية لكن تبقى عند واحد كاهن الناس تبسل فوضعهم كان صعب اجتماعيا كان بيتبسلهم نظرة الناس اللي كانت نظرة صعبة فتخيلوا القلم اللي هما فيه لان الكتاب يشهد لهم يقول ايه اللي اتنين كانوا بارين امام الله يعني ربان يشهد لهم ان هما ناس كويسين لكن الناس بتبسلهم وحش يعني اللي حصل زمان او اللي حصل النهاردة حصل زمان او اللي بيحصل النهاردة المشاكل اللي بنسمعها من الناس مش جديدة زي ما كان كما كان هكذا يكون فما تدقوش لما حد يبسلكم وحش اتعاملت قبل كده مع ناس ادي سين لما تركزوا في الكلام بتاع الانجيل بتاع النهاردة والرسالة بتاعة الملاك لزكريا هتلاقوها رسالة رجاء لكل واحد بيستاني ربنا يشتغل كل واحد عنده ايمان وعنده رجاء ان ربنا حيشتغل يرى الانجيل بتاع النهاردة ويتأكد ان ربنا بيعمل بغض النظر بقى انت مستني ايه لازم يكون عندك ايمان ان ربنا حيعمل حاج او قريدي ابتدى يعمل بس انت لسه مش شفتش النتيجة اوكي احنا ربنا بيبقى شغال واحنا بس ايه ليه بقى ليه ليه ده ايمانا ليه بنقول لكم خلوا ده جواكم ايمانكم وده المفهوم بتاعكم في المخكم لان الله عادل وامين في وعوده لما يوعد ينفذ هي مشكلتنا كلها دايما احنا عايزين نعرف التوقيت طالما طالما ما تنفسش يبقى ايه يبقى الوعد مش حقيقي لا الوعد حقيقي وصادق جدا احنا تانية نتحارب في نقطة اصل بصراحة انا مش كويس يعني انا انسان مش كويس وانا مش امين مع ربنا فليه ربنا يلتزم بوعوده واخدين بايكم سام هاو بيجي في دماغنا حتة الديل اللي بنعملها مع عيالنا احيانا واخدين بايكم منقول لو عملت كذا وكذا وكذا هعمل كذا وكذا واخدين بايكم حتة لو ديه فيتهيقلكم ان ربنا لما بيوعد بيبقى الوعد في كلمة لو ربنا لما بيوعد ما بيقولش ما بيقولش لو واخدين بايكم لو قال انا اعترفتم بخطاكم فهو امين وعادل يبقى الفعل مرتبط على ايه اعترف بس طب اعترفت حيغفر وصل يعني الموضوع ما بيعتمدش على امانتنا احنا بيعتمد على وعده هو واضح النقطة دي فامنتك انت امنتك انت مع ربنا ما تلغيش امانته هو او عدم امنتك مع ربنا ما تبطلش امانة الله ده اللي قاله ده اللي قاله هلنا الكتاب قبل كده في كذا مكان لان عدم امانتنا احنا ما يبطلش امانة الله لان الله امين وعادل في المزمور العشية اللي منكم حضر العشية مبارح تلاقوا كده داود بيصرخ لربنا اقول ايه الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني انظر واستجيب لي يا ربي وإلهي انر عينيا انظر واستجيب لي يا ربي وإلهي انر عينيا ده في المزمور الرابع هو هو داود شايف المشكلة اللي حواليه او شايف الديء اللي هو فيه يعني انا بحاول عمل لكم توازمة بين المشاكل بين الناس بحالات معانا يعني مثلا زكريا وقالي صبات كانوا في مشكلة وداود برضو كان في مشكلة لكن لما تشوف داود بيقول ايه يقول ايه اه 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 هتنساني لحد امتى رب يعني هو كانسان بيعبر عن مشاعره وعن ديءه من الديء اللي هو فيه دا مش غلط واخدين بايكم دا مش غلط اما نعبر عن الديء والتعب اللي احنا فيه دا مش غلط لي يا رب حتفضل متى نشني لي رب حتفضل نسيني وسايبني اتصرف فيه فرق بان انا عبر عن مشاعري وبان انا كل كلامي بعبارة عن شكوى كل كلامي عبارة عن شكوى لان الشكوى ما بتعكسش روح تعرف تشكر اللي يشكوه ما يعرفش يشكر اللي يشكوه ما يعرفش يشكر اللي يشتك على طول تلاقي الشكر قليل قوي في لسانه داود في وسط الديء والمطحنة اللي هو كان فيه هدية اللي متى يا رب تنساني اللي متى تحكي بواكك عني منسيش يقول طلبة فوسط القلم اللي هو فيه قال ايه انظر واستجيب لي يا ربي والهي انر عينيه انر عينيه انر عينيه ليه نور عينيه عشان نشوف يدك شغالة ما انا عارف انها شغالة لكن انا مش هايفها شغالة فنور يا رب عناي عشان نشوف يدك اللي شغالة بدن ما شوف المطحنة بتاعت الدقيق اللي انا فيها اشوف ايه اشوف يدك بتشتغل كتاب يعلمني يقول يعلمني حاجة مهمة يقول كده اطلبوا تاجدوا اسألوا تعتوا اقرعوا يفتح لكم دي لقاء هنحافظنا بس لو لو جيتوا تطبقوها كده هتلاقوا نفسكم بتتخبطوا في حيطة صلبة كده اقول لك اصلا انا طلبتم وما استجابش يعني وسألت وما ردش عليه وقرعت وما حدش فتح لكن لو كملت الاية بعدها على طول تلاقي كتاب يولي لان كل من يسأل يعطى كل من يطلب يجده كل من يقرع يفتح له هو الاول كان سيغة امر اسأله اطلبه اقرعه صح فيتهاقلنا ان الموضوع ايه مرة واحدة لكن لما تقرى الاية الثانية جنبها لان كل من يسأل يعطى وكل من يطلب يجد يبقى بعازي والصلاح يصل لنا نقطة ان الموضوع لازم يكون فيه استمرارية لان المضارع معناه انه حاجة بتحصل طول الوقت يعني مش مرة وخلاص يقول كده تاني او لما نفضل نطلب من ربنا ده بيعكس ايمان لما نفضل نطلب لاجل مشكلة معينة ده بيعكس ايمان ان حتى على الرغم من ان احنا شايفين ان ما فيش حل للمشكلة الى ان احنا بنطلب فده بيعكس ان احنا عندنا ايمان ان ربنا يقدر يعمل ان ربنا يقدر يعمل في العهد القديم في موقف كده شد انتباهي جدا في سفر استير سفر استير بيكلم عن بنت صغيرة وصلت للحكم بتاع مملكة فارس اليهود كانوا في السابي البابيلي ايام فارس وبعدين الملك اتجوز واحدة بنت اسمها استير هي بقت الملكة وكانت يهودية وبعدين حصلت مؤمرة على شعب اليهود كله فكانوا حيقتلوا كل اليهود اللي في مملكة فارس يعني تقريبا مملكة فارس ده كانت بتحكم العالم كله يعني اليهود كان يتقضى عليهم كلهم تماما بسبب في الكتاب بتاع استير فاستير قال ليها ابن عماها كبير اسمه مردخاي قال لها ايه هو اللي رباه وهو اللي وصلها انها تدخل بيت الملك وانها يعني الملك اخترت بازوجة لي وكده بعت لها قال لها شعبك في خطر فقالت له ما قدرش ادخل للملك ولا اتكلم قدامه لانه هو مدعنيش لو دخلته هو مدعنيش هيشير راسي قال لها بصي قال لها ما تفتكريش ان انت عشان في بيت الملك حت ايه حتنجو لا انت مش هتنجو في بيت الملك لانه الملك كده كده هيعرف ان انت يهودية وحشير رقابتك انت كمان فما تفتكريش ان انت في بيت الملك حتنجين لكن وربنا لو انت مساعدتيناش النهاردة ربنا هيبعت الفرج والخلاص من مكان اخر اما انت وبيت ابيك فتبيدون انا انا بقى في قدام الايه ديات وبتصدم من ايمان مردخاي الراجل عنده ايمان قوي جدا ربنا كده كده هيتصرف وكده كده هيبعت الخلاص ما كانش عن طريق عن طريق غيرك خد بالك ده بتكلم الملكة يعني دي افضل بالتفكير المنطقي اللي هو العقلانية بتاعتنا ما عنديش حل منطقي تاني يجيب لي يعني طلعني طلعني من المشكلة دي غير الملكة لان دي تقدر تكلم الملك في الملك يقدر يغير القرار اللي طلعه لكن هو على الرغم من ده موطاش قدام الورقة الربحة بتاعته موطاش قدامها قال لها لا اسمعي هتسحاب ايدك ومش هتساعدينه مش هيكون لك خلاص ربنا هبعت لنا احنا الخلاص من مكان تاني وانتي وبيت ابوك هتفنوا ستبيدون يكون ده ايمان يا جماعة يكون على الاقل نبص للمواقف الزا كده ونتعلم منه يكون عندنا ايمان ربنا هيبعت الخلاص والفرج منين بقى ما نعرفش لكن هو دي شغل انتم هو قال علمنا كده لما نصلي نقول ابانا اللازي في السماوات يعني احنا ولاده ابانا يعني ايه احنا ولاده لا لا ادعوكم عبيد بل بنين انتم اولاد انتم اولاد فطالما هو قال لنا انت ولادي يبقى بيفهمنا ان هو مسئول عننا طالما ربنا مسئول عننا المسئولية ديت ما بتتجزقش مش يبقى مسئول عننا لما نبقى كويسين ومش مسئول عننا لما نبقى وحشين واضح النقطة دي عشان دايما دي حرب بنقع فيه يجي شريطان يقول لك لا ما هو ربنا هيسندك ويبقى معك لما تبقى كويس طب لما تبقى وحش لا مش يعرفك مش هقرب منك لا بالعكس ده 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 ولادنا لما يكونوا عينين وتعبنين يحتاجوا مننا مجهود مضاعف يحتاجوا مننا انتباه مضاعف لكن الشاطر اللي يفهم ان وقت الديقة بتاعته ربنا بيعتني به اكتر من وقت الفرج ووقت الراحة خلونا بس نصرخ مع داود ونقول له انظر واستاجب لي يا ربي والله انظر واستاجب لي يا ربي والله يكون دي طلبنا وسط الوقت الصعب ومن فضلكم نسيب ربنا يشتغل في الوقت اللي هو شايفه مناسب هيدي احنا مشكلتنا لا ما عليش اعمل لي دي دلوقتي عايزها دلوقتي ربنا ما بيحبش ما بيعرفش يشتغل كده معنا لان هو مش هيعمل في الوقت ده هو مش عايز يشتغل في الوقت ده مش مناسب ليك عارفين لما ابنك يشوف ثمرة شكلها حلوة كده وعايز يكلها بس لسه مش طيبة هو عايز يكلها دلوقتي لكن او مثلا ماما بتطبخ حاجة في البيت بتعمل كوكي ولا حاجة ولسه العجينة نية وهو عايز يأكل من الكوكي دي مش هينفع تاكل دلوقتي استنى لما طيب الولد بيبقى ايه زعلان ويرمي نفسه وخبط وهي ماما هتديله الاكل مش طيبة لا ليه اصلا مش وقته هو احنا بنعمل كده احنا عايزينها وعايزينها دلوقتي طيب هو مش جاهز انت دلوقتي والطب خلسه ما كملتش ربنا ما بيديش حاجة غير في وقت مناسب دايما توقيتاته ادقه افضل توقيتات بتعجب بردو احنا من الناس اللي اللي بتقف في علاقتها مع ربنا على مرحلة الخوف وم بتعرفش تطلع من النقطة دي يعني يقولوا ايه لا انا بتيق ربنا عشان خايف منه طيب طب ويعني طب والخطوة الجاية ايه طب انت حتفضل شايف بس باصس على ايد ربنا القوية ودراء وكل قدرة بتاعته شايف انها ضدك ليه شايف انها ممكن تأذيك بس ليه مش شايفها ليه انها بتسندك وبتقويك ليه وقفت عند مرحلة الخوف ومش عارف تطلع للمرحلة اللي بعدها ان كل ربنا ده كله الجميل ده انت ابنه ليه وقف عند مرحلة الخوف المشكلة دي بتحجب عن عينينا صفات جميلة جدا في ربنا ونفضل شايفين بس صفة العدل والحكم نفضل بصين على جهنم النار ومش عارفين نبص على قرشالين من السماية ما هو ده برضو مفهوم خاطئ لما نبقى عندنا ربنا بتاعنا طيب وحنين ومليان رحمة ونبص بس على حتة الدينونة طول الوقت هي كويس هي هتخلينا نفضل ملتزمين لكن هو الفكرة اننا مش بس الموضوع مش دينونة لا الموضوع كمان في مكافأة يعني الطالب المسكين اللي يفضل خايف انه يسقط خايف انه يسقط بينجح بالحرق لكن الطالب اللي بيبص على على اللي بيجيب درجات ويشوف هيخش كلية ايه غالبا بيخش مكان كويس لان هو بيشوف بقى المكافأة ايه فبيبص على المكافأة ما بيبصش على العقاب واخدين بالكم فلما يبقى علاقتنا مع ربنا لا نبص ايه يا رب عندك ايه لينا انا عندي كل خير خدوا بالكم من حاجة تاني ربنا اقول نهايكم قبل كده كزمر ربنا ما عدش النار عشان ربنا عد النار عشان مين ابليس وجنود قال ايه لما اكلم كده في الاخر في يوم الداينون نقول اذهبوا عني النار المعدة لإبليس وجنوده يعني الناس هتختار تمشي في طريق إبليس هم اللي اختاروا يروح النار ربنا ما عدلناش النار ربنا عد النار لإبليس وجنوده فالمعنى ده لما يبقى واضح قدامنا ربنا مش مستنينا نغلط أمي يشهد علينا هو غلط فأنا حرميه في النار هو ربنا يعني ما احنا بنغلط طول الوقت واخدين باكم يعني ربنا مش مستنينا نغلط أمي يرمينا في النار لا ده ما عرفش أنهي ربنا ده يعني مش ده إلهنا اللي احنا بنعبده ده حد تاني ده أفكار غلط دخلت وتعششت في دماغنا وبتصل لنا فكرة غلط عن ربنا بتاعنا ربنا بتاعنا كله طيبة وحنية ورحمة افتكروا دايما ده ربنا حنين وعادل ربنا حنين ورحم جدا ومع ده ما نجذبش في نقطة إن أنا بقى خلاص هعمل خطيئة وهو هيسمحك ربنا عادل برضو زي ما هو طيب وحنين ومليان رحمة برضو الله إلهنا عادل في الرسالة بتاعة الكاثوليكون معلمنا يعقوب يقول حاجة جميلة جدا يقول إيه يقول اللي هي تقارت عليكم من شوية يقول اختبار إيمانكم ينشئ صبرا والصبر فليكن له عمل تام طيب الصبر لو ملوش عمل يبقى إيه لا يبقى اسمه حاجة تانية مش زي اللي تبقى اسمه حاجة تانية يأس واستسلام وكسر صح واحد يقول لك أنا أنا مستني ربنا يشتغل أي طب أنت بتعمل ولا حاجة لأ أنا ما بعملش أنا قاعد بس مستني ربنا يشتغل النهاردة زكريا وقالي سابت كانوا مستنيين ربنا يشتغل وكانوا بيعملوا طب فين اللي يشهد أنهما كانوا بيعملوا كانوا بيعملوا عمل تام كمان فين اللي يشهد برافو عليك كانوا فالكتاب يقول كده برين أمام الله فبتالي لما تستبر لربنا ويبقى عندك صبر لازم يكون له عمل تام عشان ربنا يشتغل البابا تقدرش يقول جملة جميلة جدا يقول إيه ربنا يساعد التعبان ما ساعدش الكسلان. ربنا يساعد التعبان ما ساعدش الكسلان. الكسلان ده سلمان قال عليه يميدي يده في الطبق ويكسل يرجع يده حتى عشان يأكل نفسه. فالإيمان بتاعنا او الاختبارات اللي ربنا بيبعثها لنا. الاختبارات اللي ربنا بيبعثها لنا مش قصدوا يكسرنا بيها. مش قصدوا تحتمنا بالاختبارات او بالضيئات. ربنا قصده من الدين أنه يقومنا وينظفنا ويعدلنا. افهموا المعنى ده جماعة لان احنا لما ما بنشوفش غير القرصة بس او شدة الودن في وقت الديئة نقول اه اه امش عارف ربنا بيعمل معي كده ليه وكأن الغلط كله من نحية ربنا وان انا ما عنديش اي حاجة غلط ده مفهوم خاطئ جدا قديس اثاناسيوس يقول كده لما كان يبعت رسال لولاده المؤمنين في الحرب ضد الاريوسين على فكرة قديس اثاناسيوس تعب من الاريوسين اكتر ما تعب من اريوس نفسه يعني اريوس نفسه مشكلته خلصت بدري يعني هو كشخص المشكلة كانت في الفكر نفسه هو ده اللي تعب الكنيسة فترة طويلة ما كانش اريوس هو سبب المشاكل الكتيرة او هو كان السبب لكن اللي تعب الكنيسة فعلا كان الفكر مش الشخص فقديس اثاناسيوس يبعت لولاده كده يقول ايه اللي كانوا بيواجهوا الاريوسية لان كانت شديدة جدا كانت بدعة جديدة على الكنيسة يقول لهم فلنفرح عالمين ان خلاصنا يحدث وقت الالم فلنفرح عالمين ان خلاصنا يحدث وقت الالم لان المسيح لم يخلصنا من غير الالم وقت الديق هو ده الوقت اللي احنا بنخلص فيه السيد المسيح لما حبيه خلصنا ما خلصناش من غير سليب كان لازم يكون فيه الالم في يحنة ستاشر تلاتة وتلاتين يقول السيد المسيح يكلم في العالم سيكون لكم ديق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم وثقوا دي قولنا بالانجليش كانت من ترجمة ايه بي اف جود تشير يعني يعني انبستو اتهللو خلي جواكم بهجة وفرح لان انا قد غلبت العالم يعني مع الرغم من كل ديقات اللي هما فيها ربنا برضو بيدلنا وعد ان فيه غلبة على العالم زكريا واليصابات كانوا مستنيين نسل ولانهم كانوا ناس برين امام الله ربنا ما ادهمش اي نسل ادهم اعظم موليد النساء تخالوا لو ربنا استجاب بدري لاليصابات وزكريا وكانوا ادهم ولد بدري يحنة ما كانش هينفع يعد الطريق قدام المسيح وممكن ما كانوش حتى جاب يحنة اللي ينتظر ربنا يشتغل ربنا يتحنن عليه اللي ينتظر ربنا يشتغل ربنا يتحنن عليه ويديله يحنة يحنة يعني الله تحنة فاللي يصبر لربنا ويكون له عمل تام يكون له عمل تام بيتعب وبيجتهد ومستني ربنا يشتغل ربنا يتحنن ويبعث له فليعطينا الرب صبرا وقت الضيقة وتعزيه وقت الشدة وفرح وسلام في كل حين لإلهنا كل مجد وكرام الأبدا